لا يمكن عزيزي الطالب أن أدعك فريسة إبراز النظريات والوقوف على لوم النفس وتوبيخها دون أن نحدد كيف يكون العلاج لتلك المشكلات المؤلمة التي أحسبك من خلال سماعك لها قد تأنت نفسك وتألب ضميرك وأصبحت تحس أنك تعيش في غابة فعلا بين كثير من تصرفات بعض الدعاء أقول الآن في هذا أو في تكملة هذا الدرس إن المشكلات الذاتية لابد أن نضع بعض المعالم لعلاجها إن هذه المشكلات تحتاج إلى وضوح رؤية كيف الخروج منها إذن؟ هذه المعالم البارزة والخطوات الأكيدة في طريق معالجة تلك المشكلات بوجه عام أو خاص لابد أن أقف بك عليها في الشرائح التالي من هذه الأشياء لاعتراف بالأخطاء إننا قد تناولنا الدعاة ببيان عيوبهم وبيان أخطائهم فلابد للعلاج أن يعترف الداعية بخطأه وأن يعتقد بأنها مشكلات مؤثرة وعقبات أولى في طريق الدعوة الإسلامية وعدم التقليل من خطرها وآثارها فالاعتراف بالخطأ فضيلة والاستمساك بالخطأ وعدم الركون إلى أو عدم الثبات على هذا المبدأ وهو مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الذي دوما نراه مبينا للخطأ وعلاجه هذا أمر جلل إن التقليل من خطر هذه المشكلات لهو البداية الحقيقية لتفاقمها وتوغلها في المجتمع ولذا يقول الحق تبارك وتعالى وهو يبرز طبيعة النفس التي ينبغي أن يعيها الدعاة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالنفس البشرية لهي أحوج ما تكون إلى العلاج فيا نجاح من زكاها وطهرها ويا خيبة من غرسها ودسها في تراب الرزيلة والصمود على الخطأ أيضا من بين تلك الملامح حصر الأخطاء وترتيب المشكلات إن حصر المشكلة وبيان أسبابها وترتيب بدايتها ووضع أولويات دقيقة لمعالجتها وجدولتها زمنيا وكميا وكيفيا إنما هي عملية صحيحة لتجاوج تلك الأخطاء أيضا من بين تلك الملامح التي لابد أن يعيها الدعاء في طريق معالجة مشكلاتهم الذاتية العمل الجاد على علاجها فبدلا من أن نقوم بعملية التنظير وإبراز العيوب وتعدادها وتكرار أخطاء وقع فيها كثير من الدعاء ووصمهم بصفات جلد الزات كما يقولون لابد أن نعي أن مجاهدة النفس في سبيل التخلص منها والصبر على ذلك التخلص إنما هو أمر قرآني جاء فيه ربنا تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فالإحسان الذي يقوم به الدعاء إنما يحصلون من ورائه على معية الله عز وجل من بين تلك المعالم أيضا الاهتمام بالتربية الصحيحة المتوازنة فالمرء عندما يترك نفسه ويرتقي بهذا الأسلوب الذي يظن أنه صواب عندئذ يخطئ فلا تظنن أنك دائما عندما لا تواجه نفسك بتربيتها تربي في نفسك عندئذ الصمود على الخطأ عندما تعد نفسك حجر الأساس في معالجة المشكلات الداخلية عندئذ تنجح لكن عندما تظن نفسك بعيدا عن العلاج ترسب بدعوتك وتسقط بها في مهاوى الفساد من بين تلك المعالم أيضا وهو أخطرها البدء بمعالجة الأمراض الاجتماعية عندما لا نبدأ عندئذ يزداد المرض وعندما نترك أنفسنا الواحدة تلو الأخرى يكون الصغير كبيرا لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى كم نظرة فتقت قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر فعلى الدعاة أن يبدأ بمعالجة الأمراض الاجتماعية الخطيرة في صفوفهم أولا والمتمثلة في المهلكات الثلاث وما شابهها وإعطاؤها الأولوية في المعالجة وعدم إهمالها أو الانشغال عنها بالانصراف إلى غيرها والسير وراء تلك الصور البراقة التي تأخذ بالنفس إلى حيز الكبر والغرور والعياذ بالله أو إلى الأمور العامة في عامة الناس كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور المهلكات الثلاث في حديثه الشهير إذا رأيت شحا مطاعة وهوا متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام النبي هنا يشير إلى أن يبدأ الدعاة بمحاربة المهلكات الثلاث التي وللأسف الشديد نقول قد استوطنت كثيرا من قلوب الدعاة فعليهم أن يبدأوا بمعالجة أنفسهم ترجمة نانسي قنقر